تأجيج الصراع في المنطقة لم يكن بمنأة عن العراق البلد الذي يشكل صمام أمان للمنطقة البلد الذي خرج بانتصار على أعتى تنظيم إرهابي في التاريخ الحديث ومن جديد شكلت الضربات الأميركية على العراق وسوريا حالة حراك مكوكي انطلق من خلالها رئيس الحكومة بتأكيد المؤكد والتجديد على التزام العراق بالمبادئ الدستورية بمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار والتمسك بمبدأ حفظ سيادته والرفض القاطع للسماح بأية تصفية حسابات على أرضه وحملت اللقاءات الإقليمية والدولية التي تحدث بها السوداني مع الأمير العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان رسالة مباشرة في عمق الحديث عن أثر تلك الضربات على استقرار العراق والمنطقة ولا يجايمل العراق على حساب سيادته وأمنه تلك رسالة مباشرة لإيران يراهم مراقبون فحو الأزمة التي حركت أميركا بقذائفها نحو مدعت أنها مواقع تمد الحرس التوري الإيراني بالدعم العسكري تحرص الحكومة العراقية في تلك المعادلة الشائكة على أن تمنع جر البلاد إلى ساحة صراع سيما وأنها تضع يدها دوما في صورة المصافحة الدولوماسية لأجل صناعة لغة التهديئة والاستقرار في المنطقة وبين الدول المتناحرة وقد فعلت فيما مضى إنجازها الكبير في تقريب المسافة بين أميركا وإيران كذلك أكدت بموقفها أمام تركيا بما يتعلق في الحفاظ على الأمن القومي العراقي عبر الحفاظ على الأمن في سوريا من خلال استكمال الرؤى الاستراتيجية لمشاريع كطريق التنمية وهو بذلك يعكس إصرار بغداد على دعم خطط أمنية واقتصادية تسلح العراق على الصعود بناء استقراره ومستقبله في المنطقة ومع العلم